اشتركوا في القناة بعادتهم الحرب عن بيوتهم الى مكان تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن هنا في سوريا بلد المظلومين المظلومين الذين يعيشون فيه الفقراء والمساكين والمحتاجين من الارامل واليتامة من عائلات الاسرة الذين يقضون في جميع السجون من العائلات الذين شردوا من بيوتهم ونزحوا ولجأوا الى مناطق اخرى كلهم بحاجة الا مساعدتكم مساعدتكم انتم وينتظرون منكم العون انتم اشتركوا في القناة بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للقبل ذلك لنظر أكثر؟ وهذا لقد أود ذلك وأنت أعتقد أنهم وكذبهم 작ني أدعون مع اياما أعتقد تحديد أشعب أشعب الأشعب أشعب أن أشعب 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 أن أشعب في أشعب وأشعب أيضا أشعب أن الأشعة التشعب بناء إليه أن أشعب نوع من يسعب لا يحتاج أميك. وما أرى أصدقاء أن أميك أميك، فهمهم يدعون أنهم يكون على أميك. وكان يحصل الأميك. وفهم الأميك. وفهم الأميك. أشعر أن أصدقاء الأميك في أميك. أشعر أن أصدقاء الأميك. و Young اشترك كان الديو فوجاتها و كانت بطاقة شايلة و كانت أحضب في المددى في كاممكن من فوجاته هم عزيزنا وكيف كانت نشاهد هذا و لكنه أنتما كيف قد على كامل ويضا من ثم على الكاملات و لو أشترك عن الصحة يجبون ان هذا جميع سيارت ونصبع التكتشك تكبير 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 البرنامج الأسبوعي خلال البرنامج الأسبوعي مندخل وجبة فرريج واحدة فقط وجبة لحمة ولكنها بسيطة خلال الأسبوع ثم أروز من طعميهم برغل بطاطا بشكل يغطي بقية أيام الأسبوع وشوربة ولدينا طبعا نغطي مزلية الطعام هي متدنية بالنسبة إلى عدد الأطفال الموجود عندنا بالنسبة إلى نوعية الطعام اللي لازم نحن كأطفال لازم نكون نوعية الطعام جيدة من أجل البروتينات 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 من أجل دورينات من الأجل البروتينات من أيضا والمفاق إلى ما يمهون حيث سنوصهم واشتغياب الأمر من المعنى لعفق ومعنقات العالمين على مدرات الخارج المدرات في العام دولة المعنى حوالي 8500 دولار المطلوب في المطلوب إلى 14 ألف دولار حتى يعيش الأطفال بسويه جيدة من الطعام ومن الهدفئة وهناك كاركسي وهو الفائدة من المنزل السلام عليكم الرحمن سلام عليكم أصدقائي في ألمانيا لله الحمد والشكر عز وجل افتتحنا مجمع في دار الأيتام ومدرسة الرحمة هذا المجمع بلكتبيع تفصيل إلنا إتياب للأطفال للأيتام واللي كانت معنا لأخت أم مصطيف شرحت لكم كيف أنه نحن الحمد للرب العالمين نقوم بتعليم الإمهات لعنا والأطفال نعمل دورات في تعليمهم الخياطة الحمد للرب العالمين نحن نعوين من قلبنا من جوة الأنصار أنترنشلان والدعمين إن شاء الله تعالى أنه نعلم هالأطفال مصلحة يأتي يوم سيأتي يوم إن شاء الله تعالى ويطلع هذا الطفل أو الطفل من دار الأيتام بدي يكون معه إن شاء الله بيكون معه مصلحة هي الخياطة إن شاء الله تعالى وطبعا أنتو شرح لكم الأخت أننا نقوم هلأ بتعليمهم عنا أختين أختين أو ثلاثة مصممين أزيع كما سمعت أنه بألمانيا بتكون تنزلوا تعليم الخياطة في المدارس فإذاك نحن حابين أن نتقدم خطوة مثل ما أنتو عم بشتغله ونصير مثل ما أنت عم بشتغله ننزل خياطك معهم ضمن الدراسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أبراصم منظمة أنصار أنترنشونال نحن اليوم في أحد المخيمات التي قد هاجرت بيوتها ونزحت من منطقة عقيربات وريف حماة ونرى معاناة هالناس ومعاناة الأطفال وكيف هي حياتهم بعد ما تهجروا ونزحوا من بيوتهم أختي شرحينا عن وضعكم قبل الثورة وبعد الثورة وبعد ما جيتوا لهون يتهجرتم من بيوتكم قبل الثورة أختي لك ولكن بعد الثورة صارت يشوف معاناة نبخيها مو قاعدين نظل دور نظل شيء ألحب خيمة من الحرامات ونخيطينها منهدومنا من ثيابنا نتحمم بيها ونطبخ بيها ونقسل بيها يعني شريد أختي لك ما بدعي أختي لك الوضع هو شارح حاله حسبي الله ما ظل عندنا لا دور ولا شيء المات مات والخيام معاناة ما أعرف شو أقول لك حسبي الله الله نعم الوكيل أختي شو بتطلبي شو بتتمني مثلا هنا ألحظ حاليا ناقصنا كثير شغلات أول شغلة تدفئة تدفئة رمش على كل هالخيام تدفئة مابو رمش عند المغربة الصبح قد بي أطفال تعاني داني شغلة بدنا خبز بدنا حفوظات خيوة بدنا عمشي للأطفال دفعوا وحفوظات أو حليب لأطفال الخبز الرزق على الله ما بيهين ما عندنا ما حد مفتكرنا ما عندنا دعم ما ناقصين ها هي معاناة الشعب السوري بعد النزوح من منازلهم أحكينا أختي عن معاناتك في الحياة وفي الظروف وحياتك قبل السورة وبعد السورة قبل السورة كنا برتاحة ونفسنا برتاحة والحمد لله زوجي كان طيب الحمد لله رب العالمين شو ما كتبنا رب العالمين نحن متقبلين وبس يعني قبل السورة أكيد ما كان وضعنا هيك وأنتو بتعرفوا هالشي مظبوط ولا لا ولا حالتنا عن جد تعيسي يعني أكتر الشي يعني بعد هالثورة ونص السورة من هون ونزل هون صارت يعني عذاب يعني شوفت عينك زلم ما في شغل ما في ولاد دعب أنا أكتر الأحيان مجبوحش تقدم لابتتي ولا أنا قاعد عند أهلي الحمد لله رب العالمين هيك الله كتبنا ونحن غضيانين بهالشي بس هلا أنا أصنا مثلا حفوظات ألبس للأولاد أدفية خبز مي حمامات يعني شفت عين يعني شفت بعينك شفت هالولاد ضلع هذول هيك فهذا بيكسب القلب هيك أنتو بترضو على الشعب كون هيك بصير فيه الحمد لله رب العالمين شو ما كتبتنا وشو ما قدمتونا كنتر الله خير لكم الحمد لله رب العالمين الله يتزيك الخير يبارك فيك وإن شاء الله نحن يعني وكل الأخوة المسلمين إن شاء الله رح يسمعوا صوتك وصوت كل هالموجودين هنا ويعني يوصلوا لمعاناتكن وإن شاء الله فيه خير في هالشي وشو بتحبي تطلبي أو تتمنى مثلا أنه يتقدم لكم من الخدمات وضع سكنكن هونش كيف والله وضع سكننا سيء هلأ شوفت عينك ما في مطار طلع شلون الطين طلع لا في زلم تشتغل لا في مرب تشتغل ما في حدا بقدرنا طلع خياتنا بطانيات وشلون قاعدين شايف بعينك ولا لا مظبوط ولا لا بدنا سداج بدنا حصر ما حدا قدمنا هالشي هذا لا سفنج ولا حصر ولا تدفئة الله وكي لك كل نهار ولاتنا بتروح بتطير على هالشوارع بتلم شو ما لمت بنحط بالصوابي نحنا كلياتنا شو ما لمنا بنحطه بنقعد معه هاي حالة انت بترضو هالشي هذا نسوان حارين بتروح على الشارع بتلمحطه وبتحط شو ما حط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن منظمة أنصار أنترنشو لنفي سوريا بعد جولة مع المخيمات وجدنا الخالي جالس على الأرض بدون أي كرسي بدون أي أمداد بدون أي طعام بدون أي شيء للحياة فقامت منظمة أنصار أنترنشو مشكورة بإعطائها كرسي لوضعها الخاص جدا لأنها لا تستطيع الوقوف على رجعها ولديها ستة أولاد واثنان منهم معاقين وزوجها متوفين وهذا حالها أين أنتم يا دنيا أين أنتم يا أسلام والسلام عليكم ورحمة عيشتنا في المخيم ليس مثل قبل تحت الطيران والضرب والطفاشنة سيبنا بيوتنا وكل شيء نظل بالدور لأننا لا لباس ولا تدفئة ولا أغراض ولا شيء بالدنيا أغراض لأنك من المخيم والطفاشنة الآن في سوريا شتاء قارس برد قارس وهذا ما موجود بيوت نعلم اللي حجرت ونزحت من بيوتها بسبب الحرب ما موجود بيوت موجود شادر موجود شادر ضعيف لا يقويم البرد وأطفال صغار كله معرض إلى الموت بسبب البرد القارس والأمطار الغزيرة لله لحمد والأنصار أنترنشلان تبرعت بكامل لباس للعالم النازحين المهجرين من ريف حما وريفات الله أزيكم الخير وكل إنسان تبرع للشعب اللي نزح من سوريا الفقير لتحجر من بيوته لأنصار أنترنشلان شكرا من خلبي من جوا الله أزيكم الخير وكتر خيركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة